ما تفرقه السياسة والمصالح في العراق يلملمه السليماني أو ماكورك معسكران يحاول كل منهما جرى الأطراف إلى صفه فالانتخابات جرت في العراق لكن ما ينتج عنها من حكومة ومناصب تتسابق عليه طهران وواشنطن بعد جولة مكثفة في بغداد اتجه المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكورك إلى أربيل لعقد سلسلة لقاءات مع القيادات الكردية لبحث تشكيل تحالف برلماني يشكل الحكومة المقبلة مستبقا زيارة مرتقبة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى السليمانية للقاء قيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد إجراء سليماني سلسلة مباحثات مع قيادات الكتل السياسية المتصارعة وزعماء ميليشيا الحشد مصادر مطلعة تحدثت عن سعي إيران لتوحيد جناحي حزب الدعوة المالكي والعبادي ثم زجهما بتحالف مع قائمة الفتح بزعامة هذه العامري بعد سحب تيار الحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني ليشكلوا الكتلة الأكبر لعزل قائمة سائرون بزعامة مقتدى الصدر السرب الإيراني غير المكتمل المنشطر على نفسه مرات عدة ما تزال محاولات طهران فيه عند طور المصالحة بين الأطراف المتناحرة فسليماني صاحب القدم الأثقل في العراق الجديد تلقى ضوءا أخضر من المرشد الإيراني الذي يعتبر تشكيل الحكومة في بغداد ملف صراع مع الولايات المتحدة وفق قيادي بارز في تحالف الفتح سليماني ليس وحده في الساحة فهذا مبعوث حزب الله اللبناني محمد كوثراني عاد إلى بغداد بعد أن غادرها قبل الانتخابات بأسبوع واحد للملمة شتات مريد إيران وضمان عدم ضياع كعكة الحكومة القادمة من يدي المرشد وبينما تدور رحل لقاءات يرى كثيرون أن قادم الأيام ينطوي على ثلاثة احتمالات أولها أن يتحالف الصدريون والقوى المدنية مع العبادي والحزب الديمقراطي الكردستاني وقوائم أخرى وهذا ما لا تريده طهران والاحتمال الثاني أن يتحالف المالكي والعامري والاتحاد الوطني الكردستاني ويعزل الباقون وهذا محط رفض أمريكي أما ثالث السيناريوهات فهو تحالف الفتح والصدر وهذا أمر مستبعد حاليا على الأقل فبين الغريمين ما صنع الحداد فكيف سيكون المشهد السياسي مستقبلا وقرار العراق الحقيقي بيد من تقول الوقائع إنه بيد الجميع إلا العراقيون أنفسهم